فاز فريق كي اتش كي ببطولة سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف الشعبي فئات 40 قدما والتي قيمت الخميس بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بتنظيم من نادي تراث الامارات وجاء فوز كي اتش كي ملك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النابل اول لرئيس المجلس العلالي الشباب والرياضة رئيس الهيات العامة للرياضة رئيس اللجنة الامبية البحرينية امتدادا للانجازات المستمرة التي تحققها قوارب التجديف الشعبي البحرينية في مختلف البطولات الخليجية حيث كان فريق فيكتوريوس حاملا لبطولة عيد الاتحاد في العام الماضي وجاء فوز قارب بقيادة كي اتش كي بانوخذ احمد ناصر البصميط بالمركز الاول في الشوطر الرابع متفوقا على فريق الفجيرة ملك الشيخ راشد بن محمد الشرقي صاحب المركز الثاني وفريق زلزال اثنين ملك صاحب السمو الشيخ صقر بن سعود القاسمي والذي جاء في المركز الثالث ويأتي تنظيم نادي تراث الامارات لسباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فيات 40 قدما احتفان بالاحتفالات الوطنية لدولة الامارات العربية المتحدة حيث قيم السباق على اربعة اشواط تحمل الوان علم دولة الامارات بمشاركة اكثر من 58 قاربا وحوالي الف بحار لمسافة اربعة اميال بحرية تنتهي امام المنصة الرئيسية بالقرية التراثية التابعة للنادي على كورنيش ابو ظبي وبهذه المناسبة قال نوخذ فريق كي اتش كي البحريني اننا نتشرف بالمشاركة في احتفالات دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال هذا السباق السنوي مؤكدا ان الفوز بهذا السباق يأتي تواصلا للانجازات البحرينية التي تحققها قوارب التجديف الشعبي التابعة لمملكة البحرين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي